ايهم. اركز شوية في جزئية دي. لما اقول هنا هوت ويزر هوت ويزر بروع عند الصورة دهية وبكتب نمبر ون. تمام? كولد ويزر عند الصورة دهية وهكتب نمبر تو. صاني ويزر عند صورة الشمس وبكتب نمبر سري. نايس بيتش شاطئ جميل عند الصورة بتاعت الشاطئ وبكتب نمبر فور. ريني ويزر عند صورة التقص الممطر وبكتب نمبر فايف. ده بالنسبة لسؤال الماتش أيوة وانا عادي اوصل ولا ايه عادي اوصل بس افضل من ان اوصل اكتب وان وتو سري وفور وفايف افضل احسن في الورقة تمام بعد كده مديني انسكرامبل اندريت عيد ترتيب الحروف ديت بكتب له كلمة سبرينج يبقى اس بي ار اي ان جي وينتر يبقى دابلو اي ان تي اي ار بعد كده عندي فول يبقى اف اي ال ال ده بالنسبة للكلمات المتلغبطة اللي قدامي بعد كده اكتب الحرف اللي ناقص مديني فبروري يبقى بكتب حرف جانيوري برضو بكتب حرف ج بكمل بحرف ال ال في نهاية الكلمة نقص عندي حرف ال اي بنكتب ال اي وده مني تيست مش تيست كامل يعني امتحان صغير كده باجي الصوت عمر باجي بعد كده اللي تيست تو الامتحان التاني بيقول لك عند رايت بص على الصورة وكتب اسمها تحتها فلما يديني هنا مايو يبقى هكتب كلمة ماي ام اي واي ميديني الصورة للجد والجده مع بعض اسمهم جراند بيرانس جراند بيرانس يبقى هكتب جي ار اي ان دي بي اي ار اي ان تي اس جراند بيرانس مارش يبقى هكتب كلمة مارس ام اي ار سي اتش عندي بعد كده بيرت دي بيرت دي يبقى بي اي ار تي اتش دي اي واي. عندي بعد كده اوغاست. ببابدأ بالاي كابيتل. ايو جي يو اس تي. اوغاست. جولاي. يبقى جي يو ال واي. بعد كده بيقول لي سيركل اند رايت. ضع دائرة حول الحرفة والحروف اللي هتاخدها. وبعد كده كمل الكلمة نوفمبري. باباقول له بتبدأ بالان كابيتل. بعمل دائرة على الان وبكتبها تحت في الكلمة. بعد كده ستمبر. يبقى مديني ون. هكمل بحرف الان. وباخد دائرة على الان. بعد كده بيقول لي انظر وضع دائرة. الصورة اللي قدام دي ات بلينتس ولا بلانتس. لا بقول له الصوت الصوت وتابع شوف اجابتك حليلا صح ولا لا. بلانتس طبعا نباتات ولايست كم الكب. بعد كده الصورة اللي قدام اسمها يعني مختلف. هنا بقول له دي اسمها فوسيت. الحنفية. بعد كده ده الرقم اللي قدامي ده بيديني سنة. اللي هو اسمه يير. فيجيب بعد كده التستسري. الامتحان التالت. بيقول لي read and write yes or no. اكتب yes or no. is may your favorite month? هو بيقول لي may. وهنا جيب لي December. يبقى بقول له no. do you like October best? اكتوبر الكلمة موجودة في الجملة. وهي الصورة اكتوبر. يبقى لازم اقول له yes. is it China? قلنا العالم ده. العالم ده مش عالم تشاينة. انا بقول له no. باجي بعد كده look and answer. تكاوب هنا او كمل الجزئية لنقصة. he is بالمنظر ده هو بقول له he is hot. he is hot. she is بالمنظر بتاعها ده يا بقول she is cold. she is cold. هنا بقول الصوت اللي بيتكلم بقول off زفان اسمها turn off. turn off زفان معناها اطفي المروحة. we need طبعا we need water. we need water. احنا محتاجين الووتر المية. بكمل الجملة اللي نقصة. وي طبعا بلاحظ ان دي ايه تعتبر اهم الجمل اللي عدت علينا في الجزء اللي فات. لما اقول is your birthday. ومديني on ibril first. تبقى انا بسأل بادات الاستفهام when. متى? when is your birthday? في number two. in summer. في فصل الصيف. it's. عرفنا في السمر. it's hot. what your favorite month? انا بسأل عن كلمة month. مفرد. مفرد. يبقى بسأل بwhat is. what is. tomorrow. tomorrow. لوجود كلمة tomorrow. يبقى انا بستغنى بعدها. will be. will be. امتحان الرابع. اول الجملة في الترتيب اسمها. what is your favorite month? with question mark طبعا. what's your favorite month? number two. هقول i like winter best. i like winter best. number three. لا يا حبيبتي. دي مراجعة الواجب. دي مراجعة الواجب. اللي امتحان اللي وقت. اللي امتحان اللي وقت. هيتحل في عشر دقايق. طب يا سيلو اهوان. طب وما ينفعش يكون دوقات اصلاحنا ما ما ينفعش نحلو يعني دلوقتي حالا. هيكون صعب. هنشوف حاضر لما اجي بس اللي امتحان. number three. number three. when. يبقى قول when is your birthday. when is your birthday. في number four. بقى قوله spring. بدء بكلمة spring. is my favorite season. اللي هي كان اصلها my favorite season is spring. الحلين واحد. ولكن هو بيقول لي بدء ب spring. يبقى اقول spring is my favorite season. في number five الصوت. هقول له this is the water cycle. this is the water cycle. باجي هنا واقول له الصورة اللي قدامي ده هي تسمها year. سنة. الصورة بالمنظر ده. والنا اسمها different. اختلف. الشهر ده اسمه june. june. اما الشهر ده اسمه ابريل. اللي احنا فيه حاليا. هاجي لتستي five. الصورة اللي قدامي دي اسمها light. يبقى بعلم بعلم في الصورة الاولى او المربع الاول. في number two الصورة اللي قدامي دي بتديني حاجة اسمه temperature. درجة الحرارة. باجي هنا ده كوكب اللي موجود عندي الارث. بعلم في ارث. الصورة اللي بعد كده المنظر ده عندي فيه في لد في لد في لد يعني فيضان. باجي بعد كده لي الايكواتر اللي هو خط الاستواء. ديني الصورة دي بقول له دي اسمها بلانتس نباتات. عندي بعد كده دي صورة snow بمعنى جليد او تلج. بعد كده ده العلم بتاعنا احنا بنقول ايجيبت. قد كده بيقول لي match. وصل the word is with the right pictures. وصل الصورة بالكلمات. ريفر بالمنظر ده. فين صورة ريفر هنا? بقول له ريفر موجودة عندي اهيات اللي هو ده. صورة نهر النيل. بكتب فيها هنا وعنا. الووتر فيبر. الووتر فيبر اللي هو بخار المية او الاستيم قلنا هنا هكتب نمبر تو. ووتر سايكل ووتر سايكل دورة الماء هنا في الصورة دي تيبقى هكتب هنا نمبر ثري. البلانت كوكب زي الصورة اللي موجودة قدامي هنا بكتب فيها نمبر فور. تست سيكس بيقول لي المحاسة بكلمة من الكلمات اللي موجودة قدامك. مديني ابريل. ووت ووين وار واز. اقول له في اول نقطة. is your favorite month? او season. ده انا بسأل عنها بوات. يبقى what's your favorite month? في نمبر تو. اللي جابه. بقول له my favorite month is. مين هنا في دولة month? بقول له ابريل. يبقى my favorite month is ابريل. نمبر ثري. when your birthday? اسمها when is? when is your birthday? when is your birthday? تمام? باجي بعد كده لسؤال الماتش واركز شوية في الماتش عشان ما غلطش. what's your? what's your? هكمل يا favorite month? يا favorite season? اي حاجة? المهمة ان انا اعرف ان الجملة اقولها what's. يعني اخيرها question mark. مارك. يبقى what's your favorite month? يبقى number one? هوصلها بدي. ممكن اكتب هنا دي. او اكتب جنبها هنا وان. او اوصل خط ما فيش مشكلة. tomorrow it will. it will. انا عايزة بي. ثم الصفة. be hot and sunny. الاجابة اي. my favorite الصوت. my favorite month is. بيقول لي month. نركز شوية هو بيقول لي month ولا season? هو month ولا season? month يبقى عاوز واحد من التولف اللي عندي. month يبقى اقول له September اللي هي الاجابة ايه? in winter it's in winter it's. عرفنا في winter it's cold and rainy. cold and rainy. الاجابة بي. باجي بعد كده الناس نركز شوية وبيتيني صورة وبيقول لي عبر عن الصورة دي بجملة. 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 مش كلمة. بجملة. مش كلمة. يبقى اقدر اقول. الصوت. الصوت. انتو انتو حليتو. انتو حليتو. تمام? المفروض ان ده كان واجبات. انت اخدت فرصتك في الحل. وكان مفروض تبعت الهومورك بتاعك. انت بتراجع دلوقتي بتشوف انت صح ولا لا. فالناس ما تتكلمش عشان زميلها. بالصورة اللي قدامي اقدر اقول. it's very hot. او he is hot. او i am hot. الصورة التانية اقدر اقول. it's me. او i. او my birthday. my birthday is on may 5th. my birthday is on may 5th. او i like may. او i like may. بعد كده. what's your favorite season? يبقى اقوله ال-W capital في ابستروف اس. وهنا question mark في نهاية الجملة لان اقولها what? i like January best. it's cold. هاجي هنا هوت نركز في الجملة اللي زي دي. الجملة اللي قدامي هنا هبدأها بال-I capital. وعندي بعد كده جانيوري. ده اسم شهر يبقى الجي capital. وفي نهاية الجملة بنحط الفلسطوب. يبقى اي وجانيوري وهنا بنحط الفلسطوب. we like march and may. يبقى هقوله ال-W capital بداية الجملة. march ده اسم شهر يكتب capital. may اسم شهر يكتب capital. وفي الاخر بنحط الفلسطوب. بروح بعد كده للتست اللي كان عندي على يونة ايد برضو. كان من الحصة اللي فاتت اللي سواء الاول او التاني. تمام? بعد كده بروح لجزئية الماتش. evaporation means that. عملية التبخر. التبخر بتعني ايه? بتعني ان water goes into the sky. water. الصوت يا شباب. الصوت. evaporation means. الصوت يا ابني. الصوت goes into the sky. باجي هنا هوت في الجملة ده وكتب number one. wash your vegetables. اغسل الخضار بتاعك. طبعا بقول in a bowl of water في وعاء من الماء. دي number two. we can go to the beach. يمكننا الذهاب الى الشاطئ in the summer. في فصل الصيف. ديت number three. accumulation means that. عملية التجميع وتجمع المياه. بتعني ان water goes into the sea. المية بتتجمع وبتذهب الى البحر. هنا اللي هي هتبقى number four. نقط is your birthday. مع birthday قلنا بنسأل بwhen? متى? يا هانا. my birthday is august. قلنا لو august بس. ان? انما august eights. الثامن من اغسطس. يبقى انا بقول له ان? طالما عندي شهر ويوم يبقى انا. شهر ويوم يبقى انا. ولو يوم بس انا. انما لو شهر بس انا. it was hot. it was. انا. بستخدمها مع يستردي. turn نقط faucet when brushing your teeth. اسمها turn off اللي او اف اف. the weather. الطقس is cold in. بيكون بارد في شهر. طبعا هو بارد هنا في شهر جانيوري اللي بعتبره واحد من شهور الوينتر. الشتا. بعد كده بيقول لي رتب الحروف. فبروري يبقى F-E-B-R-U-A-R-Y. faucet قلنا F-A-U-C-E-T. strawberry يبقى بكتب S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y. Africa يبقى A-F-R-I-C-A. Africa. باجي بعد كده للصور. عبر عن الصورة بجملة. ممكن اقول هنا. I like winter best. او. it's snow. او. I can't see snow. it's snowy. الصورة التانية. I take a shower. او. I take a short shower. باجي بعد كده. I am from mansoora. يبقى عند I capital. وعند الام منصورة اساسا مكتوبة capital. هكتبها تاني capital زي ما هي. وفي الاخر بنحط الفلسطوب بقى. باجي بعد كده بكتب جمل كوبي بخط جميل. كان عندي امتحانين. زي دولة على مع بعض. نركز لان امتحان النهاردة واحد زي دول. امتحان النهاردة واحد زي الامتحانات اللي قدامي دي الوقت ديت. فنركز شوية. هيبقى مكتوب عندي. ال name وال class. بكتب اسمي بس هنا. كلنا هنكتب الاسم في الجزئية اللي زي ديت في الامتحان اللي جاي ان شاء الله. باجي بعد كده مديني هنا مجموعة الكلمات بيقول لي كم المحادثة. اتفاقنا طبعا بنقول اسمها. where are you from? where are you from? I am from فرانسي. بقى معنى كده. I am french. I am french. can you speak? قلنا بعد بيجي لي اسم اللغة. can you speak english مثلا? yes I do. I speak french and and english and english. بعد كده جملة ترتيب بقول له it's cold in winter. it's cold in winter. سؤال التاني what's your favorite month? what's your favorite month? بكوزشان مارك. number three. she is from Egypt. بنفس الطريقة اللي مكتوبة والفلسطوب. she is from Egypt يعني capital والفلسطوب. بعد كده بقول له they like fortune cookies. هم بيحبوا بسكويت او كعك الحز. مديني مجموعة سور. ومديني كلمات وبيقول لي match. ومديني مكان فاضع عشان اكتب one two. بدل موصل ويبقى شكل الورقة مش مزبوط. فبروري بروع عند شهر فبراير وبكتب number one. Tuesday السلساء يبقى هنا number two. muffin عندي صورة الموفن واكتب number three. science عندي صورة science وبكتب four. summer بكتب هنا number five. بعد كده مديني pound جنيه يبقى بقول له نقصة عند ال n وال d. sunny نقصة عند ال u وال n. بديني first نقصة s t. straight نقصة a وال i. باجي بعد كده الجزئية مهمة جدا بتعلمنا طبعا ازا كنا حفظيني الكلمات كويس ولا لا. بتشوفنا حفظيني الكلمات كويس ولا لا. بديني بيقول لي circles ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. جنيوري فبروري صندي ماي. ازا هقول له المختلفة هنا صندي. ليه? لان ده شهر وده شهر وده شهر وده يوم. يبقى اليوم اللي مختلف. in and from and to. كلها حروف جر مع عده سبرية. يبقى سبرية اللي مختلفة دايرة عليها. دولار ين مانث يوان. كلها اسمها كرانسي. عملات مع عده منس هي اللي مش عملة. الاسبارسات دراسات اجتماعية وكل دوهوت وكلاودي كلها صفات للتقسي معادة social studies يبقى باخد دايرة على social studies. باجي هنا واقول له today is monday. النهاردة اللي اتنين. او I like monday. انا بحب يوم اللي اتنين. نوطة التانية هقول I like full. او I have full for breakfast. I have full for breakfast. my favorite season is spring. يبقى ببدأ له capital بالم capital. وفي نهاية الجملة بنحط الفلسطوب. when is your birthday? يبقى W capital. وكوستشان مارك بما اني بادئ بوين. I like muffin and hot chocolate. يبقى قوله I capital بداية الجملة. وفي نهاية الجملة الفلسطوب. اخر امتحان كان عندنا. مديني مجموعة كلمات. وبيقول لي هنا اعمل لي read and number. اقرأ ووصل. spray. هقول له spray هي تبقى هنا نهوة number one. spring. spring هي تبقى number two diet. دينا cup of tea. اهوة يبقى number three. winter. معاتش عندي غير ده. هو الوينتر يبقى ده number four. باجي بعد كده اكمل الكلمة اللي نقصة في المحادسة. I am France. قلنا اسمها I am. وبيقي لحرف جر قبل البلاد. اسمه from. I am from. she is wearing a red. هي لابسة ايه من دولة? هقول له red dress. what's your month? اسمها what's your favorite month? it's in summer. بقول له it's hot in summer. it's hot in summer. بروح بعد كده لجزئية الماتش. I am from Egypt. معنى كده I am Egyptian. اللي هي الاجابة ايه. اوغاست اوغاست هنا ده فاعل. يبقى هيجي لبعده ايه مثلا. اوغاست is my favorite month. اوغاست is my favorite month. الاجابة دي. مازنز بيرثو دي. عيد ميلاد مازن. طالما بتكلم عن بيرثو دي سواء مازنز او ماي بيرثو دي. يبقى له is on October 21st. one euro. اليورو. ايكوال طبعا او is 100 cents. الاجابة ايه. I am China. يبقى له I am from. I like that because it isn't too hot. too hot. الجو مش حر قوي. مش حر قوي. انا بقول له I like the fall. انا بحب فصل الخريف. I start school eight o'clock. قلنا قبل الساعات قات. قبل الساعات قات. ايه يبقى at eight o'clock. you هنا from. يبقى اقول له where are you from? بيقول له يكمل الحرف الناقص. China يبقى هكمل بي ال N وال A. bread نقصة عندي ال E وال A. flag يبقى F L. strawberry يبقى نايس عندي ال R وال Y. بيجي بعد كده الجزئية مهمة زي ما قلت. اللي يا جزئية الأودوان قوت. مدينة ايجبت. وامريكان. وفرانس. وشاينة. اقول له دول كلهم بلاد. ما عادة امريكان دي مش بلد. دي جنسية. يبقى امريكان اللي مختلف. صندي. وينتر. فول. سبرينج. سبرينج. وفول وينتر زي بعض. اسمهم سيزونز. انما صندي مش في السيزونز. دولار. فول. يورو. باوند. كلها زي ما قلنا كرانسي مع عادة الفول. مش كرانس. هوت شوكولت وتي. ونودلز وملك. ده ما شروب. وده ما شروب. وده ما شروب. إنما ده أكل. يبقى نودلز اللي مختلفة. باقي بالنسبة للصورة الأولى هنا. هو قدر أقول. He is very hot. أو he is hot. الصورة التانية. I like muffin. أو I have muffin. I have muffin. I have muffin for breakfast. We are from Egypt. يبقى اقول له ال W capital. وعندي بتاعة we are. وفي الآخر بنحط الفلسطوب. I like Monday. عن فرايدي. يبقى ال I capital بداية الجملة. وكلمة I في أي مكان في الجملة capital. ال M ما يجبت معمولة هي حبيبتي. هتينقل لها مكتوبة تانية زي ما هي مكتوبة. ال I capital بداية الجملة. ال M Monday capital. وال F فرايدي. وفي نهاية الجملة الفلسطوب. Where are you from يا Hannah? Where are you from يا Hannah? يبقى ال W capital. وعندي ال H بتاعت Hannah capital. وفيه question mark. ساعات بيدهني من غير الكومة دهيت. يبقى لازم اعمل كومة قبل الاسم اللي انا بكلمه. قبل الاسم المخاطب اللي انا قلنا capital بداية الجملة. هانا اسم الشخصي يبقى capital ال H. وكوستشن مارك بما اني بادئ بكلمة where. بمعنى اين. هروح بعد كده ليونت ناين. عنوان فيه. What did you do? نقول السؤال كده? What did you do? وحنا بنقوله واحد ورا التاني. واحد ورا التاني. تمام. هاحفز السؤال. هنحفز السؤال. هنحفز. خلاص. Thank you. Thank you. هنحفز السؤال بالشكل بتاعه ده. What did you do? نركز شوية. نركز شوية. لما اقول هنا what did you do? ماذا فعلت? او ماذا فعلتم? لان اليو عندي ممكن تبقى انت او انتم. يبقى انا لو بسأل محمود عقبة بس هقول له what did you do? انت عملت ايه? ولو بسأله هو يوسف هقولهم what did you do? انتم عملتم ايه? طيب. امان لو عايز اسأل عن هي او شي. هقول له what did he do? what did she do? what did they do? يبقى ازا اللي بيتغير عندي بس الفاعل اللي انا بسأل عنه. انما did سبتة ودو سبتة. did سبتة ودو سبتة. طب السؤال ده يا سير بيسأل عن اي زمن? السؤال ده طالما عندي did. طالما عندي did. فاعل مصدر. did فاعل مصدر. يبقى انا بسأل عن زمن اسمه الماضي البسيط. what did you do? يعني ماذا فعلت? او ماذا فعلتم? انتو عملتم ايه? ده بسأل به عن الماضي. يبقى انا بسأل في الماضي الصوت مش عايز زن على الفاضي. الصوت يا شباب اللي عنده صوت يقفله. what did you do? يبقى انا بسأل هنا عن ماذا فعلت في الماضي. يبقى ده اسأل دايما بادات استفهام اللي موجودة عندي زي وات مثلا. ثم did. اساسية في كل الاسئلة. اساسية did. ثم الفاعل. ثم المصدر. what did you do? what did he do? what did she do? what did they do? what did فاعل? مصدر. والمصدر عندي اسمه do. لو انا بسأل وبقول what did you do? انا ممكن اجاب وقول I played. انا لعبت. I ate. I ate. I ate a sandwich. اكلت sandwich. I ate a sandwich. I ate a sandwich. الصوت يا يا جود. الصوت يا جود. الصوت يا ضايق. يا ضايق فيل الصوت عندك. يبقى لما اجي هنا اقول what did you do? اجابتها اي فعل في الماضي. did مع do تديني الاجابة ماضي. طب الماضي زي ايه? قلنا قبل كده. الماضي هو الفعل اللي بينتهي بالدي او ال اي دي زي او 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 هو التصريف التاني للفعل زي الافعال الشزة اللي عندي. وليكن مثلا went. زي i went. i saw. انا شفت. i bought. انا اشتريت. اتوك. انا اخدت. يبقى ايزا اجابة did دايما لابد ان تكون في زمن الماضي البسيط. حاجة تانية القلت طالما في did في الجملة. يبقى بعدها الفعل في المصدر. did في السؤال. بعدها do. ال do هنا هو المصدر بمعنى ماذا فعلت? وده يعتبر اعمق واشمل سؤال بالنسبة لاي حدث لاي فعل في الدنيا. what did you do? I slept. انا نمت. what did you do? I studied. what did you do? I ate. اكلت. what did you do? I visited. انا زرت. يبقى اي فعل في الدنيا في الماضي سؤاله what did فعل مصدر اللي هو what did you do? ماذا فعلت? طيب تعالوا نشوف كده الدرس الاول في ايه? بيقول لي هنا what did you do? ده عنوانا. ومديني هنا هو بيقول لي listen read and guess. اسمع وقرأ وخمن. يبقى كلمة guess هنا بمعنى خمن. a bazar is a place to. كلمة بازار كلمة جديدة عندنا بازار هنا هو مكان to buy and sell things. نبيع ونشتري فيه الحاجات? ولا made friends بنقابل فيها صحابنا? ها? البازار ده? الاولى طبعا. هنعلم على الاولى. هنعلم على الاجابة الاولى. اللي هو مكان. مكان. هو مكان. buy and sell things. بيشتري وبيح حاجات. بيشتري وبيح حاجات. ده البازار. هو ده البازار اللي قدامي ده اسمه بازار. تمام? طيب. تعالوا نشوف المحادسة. هنا بقول what did you do yesterday? الله. ليه سألت بdid? ما سألتش باي حاجة تانية. لان عندي. 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 يستر دي. عندي يستر دي. طب ياسير ما قلناش واز ليه ياسير? ما قلناش واز ليه ما احنا كنا بنقول واز من شوية في الطقس. يستر دي. اتواز هوت. اه. لاننا هنا عندي الفعل في المصدر. الفعل طالما دو في المصدر لابد ان يسبق بدد. مش واز ولا وير. مش واز ولا وير. يبقى لما اسأل. هيبقى سؤالي. what did you do? ماذا فعلت? او ماذا فعلتم? هنا بنرد ونقول we went to خان الخليلي. احنا روحنا خان الخليلي. ماذا فعلتم? روحنا خان الخليل. we went. ما قلناش we go بقى. ليه ما قلناش we go? لان السؤال عبارة عن did فعل مصدر. اجابته لازم تبقى ماضي. الماضي من go. went. did we do yesterday? did do yesterday? did do yesterday? did do yesterday? وهنا اخد خط تحت went. we went to خان الخليلي. روحنا خان الخليلي. that's there. ماذا فعلتم? هناك. عملته هناك. what did you do there? ماذا فعلتم هناك? قال لي we visited. we visited the bazar. يبقى did. والمصدر في السؤال اجابته فعل في الماضي. ما ينفعش اقول له we visit. لا انا بقول له we visited. ليه visited? لان السؤال فيه did. يبقى الاجابة بالed. او التصريف التاني الشازي زي went. يبقى we visited the bazar. احنا ظننا البزار. نكمل. بعد كده بيقول لي. what did you buy at the bazar? what did you buy? what did you buy? ماذا اشتريتم? ليه ما قلناش بود بقى? لانه قلنا did فعل مصدر. did فعل مصدر. did فعل مصدر. والمصدر هنا اسمه buy. يشتري. طب الماضي منها. قلنا الماضي منها اسمه bought. اهي. يبقى what did you buy at the bazar? معناها what did you buy from the bazar? what did you buy at the bazar? معناها what did you buy from the bazar? ماذا اشتريتم من هناك? اشتريتم مجوهرات. for mom's birthday. لعيد ميلاد ماما. عشان عيد ميلاد ماما. for mom's birthday. after that. بعد كده. او بعد ذلك. we went to home. we went home. لا. مش to. لا مش to. ياسر ما احنا كنا قيلين فوق we went to to. خان الخليلي. ايوة. went to to. اي مكان في الدنيا ما عادة كلمة home. ما يجيش قبلها to. home. ما يجيش قبلها to. يبسمها we went to home. we went home. ذهبنا الى المنزل. and we begged. نخلي بالنا بقى خط تحت وانت هو. وخط تحت بيك. خط تحت. وانت هو. وخط تحت بيك. we went to home and begged. رحنا البيت. وباكد برتدي كيك. وعملنا الماما تورتة عيد الميلاد. اسمها بيكد ابرتدي كيك. طيب ليه مش بيك? ليه مش بيك? لان يا سير انا عندي كلمة and. اللي قبل and زي اللي بعدها. واللي بعد and زي اللي قبلها. يعني ايه? يعني لو عندي الصوت. لو عندي ماضي. يبقى and بعدها ماض. لو عندي went and هقول له عندي بيكد. لو ing and ing. لو s and s. لو مصدر عندي مصدر. يبقى and ده هي اللي بعدها زي اللي قبلها من نحية الزمن. من نحية الزمن. انا بقول انا اكلت وشربت. انا لعبت ونمت. اه. فاحنا روحنا وخبازنا. عملنا الماما التورتة. طيب. did she like the present? did فاعل مصدر? و did في اول الكلام اتفقنا بمعنى هل? did she like? هل عجبتها ال present? عجبتها الهدية? did she like the present? بقول yes she did او no she didn't. did she like? yes she did او no she didn't. did فاعل like مصدر? did مصدر? did مصدر? did she like the present? بقول له yes she did او no she didn't كاجابة مختصرة. طيب لو مديني اجابة كاملة هقول له yes she liked the present. عجبتها البرزنت الهدية. and she loved. and she loved. and she loved. and she loved. she liked and loved. she liked and loved. ماضي and ماضي. ماضي and ماضي. she loved the cake. it was delicious. هي مين اللي كانت دليشوس? ماما ولا البرث دي ولا الكيك? الكيك. الكيك. هي اللي كانت دليشوس. الكيك هي اللي كانت دليشوس. اوكي? يبقى it was delicious. الكيك هي اللي كانت دليشوس. يبقى دي المحادسة الجديدة عندنا. استخدام كله لزمن الماضي. لما اسأل انت عملت ايه? بقول لك what did you do? بتقول له والله I went to uh كايرو. I went to Tanta. I went to خان الخليلي. I went to أي مكان. what did you buy there? انت اشترت ايه من هناك? بتقول له I bought. انا اشترت كزا. what did you do? I picked a cake. what did you do? I played football. what did you do? I visited my grandma. اذا ديت فعل مصدر في السؤال. اجابته لازم تكون في زمن الماضي البسيط. هنا بيقول لي put what honey and the Hannah did in order. put what they did in order. ضع الافعال اللي عملوها in order يعني بالترتيب. قول لي في النمبر وان في النمبر تو في النمبر سري في النمبر فور. تعالوا نقر الجمال الاول مع بعض ونشوف هم عملوا ايه الاول وايه التاني وايه التاليه والرابع. they picked the cake. عملوا التورطية. they visited the bazaar. they gave mom a present. they bought jewelry. فين الاحداث اللي عندي بالزبط. ها ابدأ بايه? اول حاج عملوها ايه? they visited the bazaar. يبقى نكتب هنا وان. وان. هنكتب هنا وان. they visited the bazaar. بعدين. هنكتب هنا. زي بود. زي بود. زي بود. زي بود. جولاري. اشتروا المجوهرات للمامتهم. زي بود. حسنا المثال من بإمكانت المطارد مرتدي دي كاك أو معض culpa مرتدي دي كاك إيها سيستغل بعد تردي صدصت عنك وراحوا المامتهم بيها. يبقى ايه اللي حصل الاول? يبقى they bake the cake. they bake the cake. وبعدين they give they give mom a present. ادوا المامتهم الهدية. ادوا المامتهم الهدية. تمام? ده ترتيب الجمل زي ما قلنا. تاني number one number one هقول they visit the bazaar. number two they bake the cake. بعد كده راحوا بالكيك والهدية المامتهم. they give mom a present. ادوا المامتهم الهدية. كلمات اللي عندي هنكملها بسرعة لان احنا خلاص سوان و هنفصل. هنرجع تاني ناخد بس الكلمات وابعت لكم الامتحان.